السلام عليكم معكم استحالي أنا عمد من مدرسة الأماني الأهلية درسنا اليوم اللغة الإنجليزية للصف السادس ابتدائي Pupil Book Unit 2 Lesson 6 on page 32-33 My Magazine مجلتي A blog مقال Listen and read Working in a busy hospital العمل في مشفى مزدحم Many people we know have been to a hospital or to see a doctor قال عديد من الناس يقصدون المشفيات لرؤية الدكاترة But do you sometimes think about what it is like to work in a hospital قالوا هل فكرت بعض الأحيان هذا العمل الدكتور كيف يبدو This is a doctor's story هذه هي قصة الدكتور حسنا نبدأ نقرها نعيصات كأنها مقابلة صحفية Tell us about what do you do every day قل لنا ماذا تفعل كل يوم I am a doctor أنا دكتور I am a heart doctor or a surgeon قالوا أنا دكتور أمراض قلبية أو جراح From Sunday to Tuesday I work in a hospital قالوا أنا من الأحد إلى الثلاثة أعمل في المشفى I wear a uniform It is a white cotton coat أشقالوا قالوا أنا أرتدي الزي الخاص به من المشفى وهو أبيض قابط قطني أبيض انتبهوا أنه هون اللون بعدين المادة And a thin white or blue head scar ويرتدي هذه قبعة الرأس تكون رفيعة يا لون أبيض أو أزرق I look after my patient أنا أعتني بالمرضى And I try to make them better وأنا أحاول أن أجعلهم بأفضل حال I get up Very early أنا أستيقظ مبكرا Because I usually do operation in the morning ليش يستيقظ مبكرا لأن عادة يعمل العمليات منذ الصباح الباكر In the evening وفي المساء I visit the world And check on my patient وش يقولوا بالمساء أنه أذهب إلى الردهات وأفحص المرضى كذلك سألوا سؤال الله أشقلوا؟ قالوا Is your job difficult? هل عملك هو صعب؟ أجوابوا لوا I work with a small team of other doctors and nurses قالوا أنا أعمل بفريق صغير يتكون من بعض الدكاترة والممرضين We are usually very busy وعادة أحنا نكون مشغولين I often work for many hours وعادة أعمل إلى ساعات كثيرة Some operations take a long time وبعض العمليات تستغرق مدة طويلة Perhaps five or six hours ربما من خمسة إلى ستة ساعات It is a difficult job But I love it قلوا هو عمل صعب لكن أنا وأحبه قرونوا هذا مليح وشعوا المعاني وحاولوا تفتهموها ترجمة نانسي قنقر